هذا بأطراً سبحانك الإنسان ونيته فالإخلاص دائماً في العمل هو اللي يقديك الكل شيء والتوفيق من الله سبحانه وتعالى إذا وكلت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى فما يحتاج ظاهرنا قلت عندك قصيدة عندها مشوي ما أدري والله تخليها جال بعد الصلاة لك أنا نقولها لنواجد الناس ما يعرفوا صحيح منهم أي آها يعني تنويه أي لازم عشان الناس يعرفوا صحيح نعم نعم تفضل تفضل هي قصيدة طويلة شوي يعني حوثاتين بيت طيب وكل أن يتبناها يقول أنها لي أي كل أن تبناها وكل أن سجلها لو تفعث بليتيوب تقعها بكل مكان وهي أصلاً لمن؟ لي لكنت؟ لي أنا من حقك هي لمحمد بعرايفة الشراري من حقك من حقك أنك توضح فأنا ودي أقولها لنواجد الناس يوم يسمعونها ما يدرون صاحبها أنا أصلاً بعد يوم أني سجلها عندي بمواقعي يقولني هي الكهد أهام وجدي الناس اللي قالوا أنها أقول لهم أنت بعث أكتبها بليتيوب حسيت بيشعرنني لم يمحبيت يطلع لك عرف واحد قيلها بصوته من خارج المملك ودخل أنا أبو أبو أعرايفج ولامونتون الغافع في بعض المنشدين يطلبوا مني قصايد يعني ما عندهم قصايد أي فلما أجيهوا حين نسامعينهم من المنشد فلان طيب هي لي في الأصل قالوا غلط أن المنشد لهم ما يقول لبوحات مأتيبة وشين من هذا صحيح؟ لازم لا بد يذكر الأشي طيب فضل أي قصيدة يا طويلة أنا مرة حسيت حسيت بيشعرنني دم يوم حبيت آها وفهمت هذه طريق بدايتي قبل خمسة نبغاها كاملة حنة سبع سنين قبل سبع سنين أي حنة نبغاها كاملة أي حسيت بيشعرنني دم يوم حبيت وفهمت وش معنا خطأ من سواتي خطأ وغلطة من عرق هاتي قهويت ولبست من فوق الندامة عباتي عانيت بالدنيا كثر ما تمنيت يا رب أنا لو أنتحر هو يواتي معذور أنا من باقي العمر مليت وملامني جاء له يجرب حياتي لي ثمان شهور ليلي تناهيت وجر ونات الطنى من سكاتي أسكين أخاف أقول وينفضح كل المخفيت وصير قصة لين حزت مماتي الناس ما لها غير ما قلت وابديت خليك غطل البير واسمع وصاتي ما فيك خلا بيك لو بتبليت عليه سكر من جميع الجهات يا ما تغديت المرار وتأشيت وافطرت حمو صاحبي ما يحاتي وخويت وياما مشيت مع الوادم وخويت أقسى تجريب البشر في حياتي خويت من ضيما ليلي سربيت ولم مره يا فارق شفاتي والله عجب للحين ما قد توفيت والله عجيب والله غريبة ما سمعت وفاتي استغفر الله كان بشعر زليت يا رب تدمح ما طلع من لهاتي دائما هوجس وانت وذيت ما ديت وأقول يا ضيما المجبلات هاتي ما صرت أحوالي مثل ما تمنيت لو الله اللعو فتني باتي طويلة لكن هذين حفظا منها فعايد الناس يحسبون مهدي لكن هنا قلت على الهواء عشان الناس يعرفون منهم صاحب راسل والقصيدة لمحمد بن عرايا فتجه شرائد نعم نعم اللي هو محاتيكم اللي يقضي أمامكم على الشاشات نعم من حقك يا أخي تقصت قولة على الهواء عشان الناس تعرف مني الهاصر لكن في الناس يتعرف هذا والله من العيب الحقيقة اليوم خاصة مع الإعلام ومعاكدة يعني وش وجهك لما تجي في مجلس وتقول هذه القصيدة لي ولا كده وهذا وهذا إذا كانك تبغى تقول فأنا جاريت قصيدة الشاعر محمد العريفج أو عبد الرحمن الغبيوي أو إبراهيم الرشيدي أو خالد أو بو سليمان أما أنك تأتي تأخذها كاملة مكملة أو أنك تأخذ القافية كاملة والله ما تعدل كلمات هذا عيب والله بعضهم أدلها بعد أي نعم أنا توقعت كده نعم فلازم أنك تذكر القصيدة لمن رعيها هذا من فروق أنا أذكر أنا زمان قلت في اكتبست من قصيدة ما بجيب منها الأولها وآخرها يقول نعم أهو السلم من قال سالم لكن قالوا الشعار فيما مضى